هنا وانقل حوار لكابتن كريم اللي قال له دكتور طارداتي انه فعلا لما اللاعب يعني شفنا الاداء ده انعكس ان الجمهور على طول راح يعني المباراة الاخيرة ونشوف الاستاذ بالشكل ده الجمهور بيقيم وبيقدر انت بتلعب عشان ترفع اسم بلدي انا وراك هشجعك شفت اداء الشباب ازاي هو يمكن انا كنت موجود قبل انطلاق البطولة في الستوديو هنا يعني قبل انطلاق البطولة بيوم او يومين كنا متخوفين من حضور الجماهيري لكن انا كان ليا رأي مختلف خالص قلت امكان اول مباراة مش هيكون الحضور كبير جدا في المباراة اللي افتحها المنتخب مصر اه لسه هتشوف في الاول اه لسه هنشوف في الاول لكن اللي بيختلف بعد الثلاث مباراة طبعا لو جينا لاحزنا حتى في التقرير الحريق جيبا الجمهور طبعا مفصول تابع بقى وقعد وتفرج وراح وبالاحصائيات كمان هتلاقي العدد زاد بعد اول مباراة وثاني مباراة وثلاث مباراة وان شاء الله المباراة المدرب الكلام ده كله احنا عندنا طبعا عقدة الخواجر اه فالجهاز الفني بقى واني بقى عقدة تدريب محل مصر اصيلة هو يعني طبعا مع الكابتن شاوئي والكابتن محتمال جمال ومع الكابتن محمد شاوئي وكابتن وقال رياض يمكن التلاتة التلات مدربين مع الكابتن شاوئي بفوء من الكابتن شاوئي طبعا لعبه بمنتخبات كترة جدا الكابتن شاوئي غريب يمكن احرص ثلاث عالم يمكن اكتر انجاز وصلنا له مع مدرب مصر كابتن شاوئي غريب طبعا من المدربين المتبرسين كمان مع المنتخبات انا شايف الاداء في الملعب التجربة بتاعة 3-4-3 يمكن في بداية البطولة كل توقع للمنتخب مصر يلعب ب4-4-2 اللي عادية الوقت اللي كل عالم بيلعب بها كابتن شاوئي غريب كان ليه رأيه مختلف خالص لعب ب3 مدافعين وراه و4 في وسط الملعب و2 وقدمهم 1 3-4-3 الطريقة دي بتكفل دي بتكفل يعني دفاع اكتر هجوم اكتر مكس بين الاثنين هي ممكن تديك اريحية شوية في الاطراف يمكن لو شفنا من اكتر العناصر هنخش في التفاصيل دلوقتي بس انا بتكلم على الطريقة يمكن شفنا اكتر عناصر مستفدين من الخطة دي 3-4-3 هو كريم العراقي نحيتي اليمين و احمد ابو الفتوح نحيتي الشمال الاثنين بيدوا اريحية شوية بينطلقوا عندهم زيادة عادية كتير جدا عندهم مزحات ليه فيه 3-7 وراء بيدفعوا عليهم فالنهار ده بيقف اريحية شوية لان احيتي اليمين و احيتي الشمال لهم محسوبين في وسط الملعب لهم من ضمن الاربعة لفوسط الملعب بيقدروا يزيدهم الاطراف وشفنا يمكن اغلب الاهداف اللي جت لمنتخبنا كانت عن طريق احمد ابو الفتوح او كريم العراقي اللي ايمين ببطولها هيلة جدا مع رمضان صبحي مع اكرم توفيه في نص الملعب مع خط الظهر احنا اممكن مش عايزين نخش في اسمكترا ان المنتخب كله لا بس انا عايزة شوية برضو ان اكيد فيه لعيبة عليهم العين يعني اللافتة الانتباه وفيه لعيبة اللي هو متوقع عليها برضو انه نشتغل عليهم اكتر شفت مين يا دكتور ده فعلا كلام مزبوط جدا المنتخب الاليمبي ملاعب في نفس توقيت حتى المنتخب الاول كانت ناس كتير مرشحة قبل حتى ما تشوف المستوى اللي ظهر عليه اللعيبة دي وروحهم القتالية اكتر من عنصر في هذا الفريق انهما لازم فيه خلال المستقبل قريب الايام القادمة يبقى عناصر في المنتخب الاول بس كانت الناس ايه بتقول انهما يبقوا مثلا بعد فترة لا ده احنا من اليوم الاول لدتورة جاهزين دلوقتي بقى مصطفى محمد انا شايف ان مصطفى محمد بالشكل اللي هو ظهر به في المبارات التلاتة اربع اهدف في تلات مباريات بيسجل في كل مباراة وبيسجل بانواع مختلفة من المهارات التهديفية يعني تحس ان فيه نطج كبير في النو طايم في وقت قصير قوي يعني حتى مع الزمالك في بداية الموسم ده هو مفروض انه هو مهاجم الاساسي في نادي الزمالك ما تطورش كده الا في الفترة الاخيرة بشكل جامد جدا تعامل مع الكرات الارضية تحرك بنون كرة كويس القوة البدنية رمضان صبحي رمضان صبحي انا كاد اقولك من ما وراء السطار ان رمضان صبحي جزء مهم من اسباب عودته الى مصر تاني ان هو فقد ما كانه في المنتخب الاول هو على فكرة رمضان صبحي لما ظهر في النادي الآلي كان عنده 17 سنة وهو عنده 18 سنة الكلام ده كان سنة 2015 انضم للمنتخب مصر وجيه في عصر هكتور كوبر كان ضمه وحتى لعب تصفيات كاسر قمم 2017 لعب فيها فجأة رمضان صبحي فقد ما كانه في المنتخب وابتدأ ما بيلعبش لما رجع لمصر ابتدأ رجله تبقى في الملعب مع النادي الاهلي السنة دي كان افضل من السنة اللي فاتت يعني النص التاني من السنة اللي فاتت ما كانش رمضان مقنع قوي لا السنة دي مع فيلر حتى ابتدأ يوظفه في اماكن متقدمة قريب من المرمى مش هو اللي يرجع قوي لورا وضيع مجهوده كبير على مدى الملعب في انه يهدر كتير من المجهود على ما يوصل للنقطة الهجومية لا حتى شوق غريب اول مباراة قدام مالي كان رمضان عنده واجبات دفاعية متأخر شوي ابتدأ يزوء رمضان صبحي للامام جنب مصطفى فاتح كتير يبقى قريب من منطقته بخطورة مش تمام فقدي رمضان صبحي اكرم توفيق يكاد يكون اكرم توفيق من اكتر المستفيدين من المنتخب ده ليه هو ترك النادي الاهلي واعير برا طبعا اكرم توفيق اما راح النادي كان لعيب له شكله له مستقبت لكن التوظيف بتاعه وجوده كهفد فندر وحيد في المنتخب الولمبي هو اللعيب الوحيد اللي عنده مواصفات الكلاسيك ميتفيلدر اللي هو العيب الكلاسيكي اللي يطلع يوزع الكورة سبويلر اللي هو يبوز هجمات الفريق المنافس يتحرك دفاعا وهجوبا كويس او في منطقة كبيرة كل ده استفاد منه اكرم توفيق ان انا اتأكدلك ان مثلا اكرم توفيق حيكون له شأن تاني مع استقناف الدول